محافظة إب المعروفة تاريخيا باللواء الأخضر تعيش اليوم تحت جحيم السيطرة الحوثية المشددة وسلطة ميليشياتها الحوثية التي استحكمت قبضتها على كل المفاصل الإدارية والأمنية والدوائر الحكومية والوظائف الرسمية للدولة والسلطة المحلية برنامج الحوثانة الشامل في كل الأجهزة الرسمية والوجاهات الاجتماعية التقليدية من مشائخ وعقال حارات وحتى على مستوى المأذون ومسؤول الفرزة هو ما بدأته ميليشيا الحوثي مبكرا عبر إحلال الحوثيين في محافظة إب بدلا من المدراء والموظفين القانونيين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والسلطة القضائية ظلت حكرا على الدائرة السلالية الضيقة من الأشخاص المستوفدين من محافظة صعدة ومن طرف زعيم الميليشيا كممثلين عنه شخصيا سياسة كتم الأنفاس عن محافظة عرفت تاريخيا كأهم مناطق الرفض الثوري للاستبداد الإمامي المتجدد حاليا بنسخته الحوثية مع السحكام الحوثيين قبضتهم الكاملة على إب جعل منها واحدة من المحافظات المحسومة داخل جيب الحوثيين حيث لا تشهد المحافظة أي تعامليات مسلحة عسكرية أو مقاومة شعبية ضد الحوثيين لكن حربا أخرى تدور في العلن وتفتك بطمأنينة المحافظة وسلمها الأهلي وأمنها الاجتماعي يديرها ضد أبناء المحافظة من يدعون حمايتها أمنيا وتمثيلها رسميا ضمن انتحالهم الشامل لمهام الدولة كغطاء لممارسة الجريمة على المجتمع بلاغات الأهالي عن جرائم اختطاف أطفال وفتيات باتت تشكل ظاهرة مؤرقة للمجتمع عادة ما تقيدها الميليشيا ضد مجهول وكثيرا ما يقوم منتحل الأمن الحوثيون بابتزاز المبلغين عن فقدان أحد ذويهم والزج بهم في السجون لإغلاق ملف القضية وقطء الألسن عنها عدا عن ذلك فإن كثيرا من الأسر تكف عن الإبلاغ عن اختفاء فتاة من ذويها في ظروف غامضة نظرا لثقافة العيب الاجتماعي وهو ما شجع الذئاب البشرية على اختطاف مزيد من الفتيات في وضح النهار ومن جادة الشوارع العامة ووفق شهادات الأهالي نفذت ميليشيا الحوثي عددا من جرائم الاعدام الميدانية ضد خصوم في قضايا نزاع على أرض أو خلاف شخصي بين طرفين بحجة تنفيذ العدالة الفورية لتكافح الجريمة بجرائم أبشع منها